الى طلبت المرحلة الاولى نبدأ اليوم المحاضرة الثالثة في محاضرات الدهون والتي تضمن الفاتي أسد اوكسيدياشن وكيتون بوديس فورميشن ليبوليسيز هو التكسر الذي يحدث في المحاضرات الدهون والتي تضمن الفاتي أسد اوكسيدياشن معنى الليبوليسيز هي التكسر اللي يحدث في الليبتز مثل اللي عندنا التفكك التريغليسيرايد الى الاغليسيرول والثري فاتي أسد هذه العملية تحدث مصلياً أديبوس أو بريدومنانتلياً أديبوس تيشو هذا البركدام الفات يسمينه البتا اكسيداتي اللي هو المين اكسيداتي أو المين بطريقة للفات أو أيضا يسمينه الفاتي أكسيداتي بيتا اكسيداتي هي كتابوليك بروسيس بما تحول الفاتي أكسيد موليكوز إلى أكسيداتي يعني خلال عملية البتا اكسيداتي هي كتابوليك بروسيس ستحول الفاتي أكسيد موليكوز إلى أكسيداتي الأكسيداتي اللي يحدث مثل أدنى للترايجليسيرايد هيدروليسيز ترايجليسيرايد هيدروليسيز تو غليسيرول أنت فاتي أسيد الفاتي أسيد انتر تو ميتو كونتوريا إنراك الميتوكونتوريا سيوجد بيتا إكسيداتي البتا إكسيداتي الأكسيد الموليكوز إلى تشعر من أكسيداتي في مستقبل الأكسيداتية والكريبة در مدوجها إعناء أولى فاتي أكسيداتي الأكسيداتي سأبدأ ببتا إكسيداتي الأكسيدية The name is derived from the oxidation of the activated fatty acid Activated fatty acid نسمينه الأسائل COA يعني يصير الخطوة الأولى حتى تبدأ عملية البيتا أوكسيديشن أنه يصير activation للفاتي أسد أندي فاتي أسد أحوله أو يصير بينه activation يتحول إلى الأسائل COA يعني من من جد البيتا أوكسيديشن لأن هذا الأوكسيديشن يحدث على البيتا كاربون أتوم في كل مرة في كل خطوة الفاتي أسد يقصى بعدد 2 من الكاربون أتوم يعني كل مرة كل سايكل 2 كاربون أتوم will be removed بأي شكل ستكون هذه الريموفة remove the carbon atom in the form of acetyl COA these reactions are catalyzed by group of enzymes in the mitochondria none as fatty oxidase enzyme إذن الإنزيم اللي تدخل في ضمن هذه الرياكشن أو البيتا أوكسيديشن نسميها موجودة طبعا بالميتو كوندرية لأن هاي البروستس كلها تحدث في الميتو كوندرية والإنزيم نسميهم fatty oxidase enzyme depending on the length of the fatty acid or the acetyl COA chain will enter the mitochondria إذن حسب طول الفاتي أسد أو الأسيل COA chain حسب طولة تتحدث دخولة إلى الميتو كوندرية فالentering in the mitochondria is one of two ways إما إذا كان الأسيل COA chain إذا كانت short فإذا كان freely diffused through mitochondria الممبرين ما تحتاج إلى ناقل تدخل freely إلى الميتو كوندرية إذا كان الأسيل COA chain long it needs to be transported across the membrane تحتاج إلى ناقل حتى ينقلها خلال الميتو كوندرية الممبرين وهذا نسمينه carnitine shuttle carnitine shuttle إذن والcarnitine موجود بالميتو كوندرية الممبرين يقوم بنقل long chain من الأسيل COA من خارج الميتو كوندرية إلى داخل الميتو كوندرية لذلك لذلك الميتو كوندرية الميتو كوندرية الميتو كوندرية الممبرين أدنا إنزيم اسمه carnitine palmitoyl transferase 1 سيعمل على تحويل الأسيل COA إلى أسيل كارنتين إذن يأخذ جزء الأسيل ويرتبط بالكارنتين فيحوله إلى أسيل كارنتين chain which can be transported this أسيل كارنتين chain can be transported across the mitochondrial membrane by carnitine translocase enzyme إذن الأسيل COA chain ما ممكن أن تدخل إلى الميتو كوندرية الإنزيم كارنتين palmitoyl transferase 1 يحوله إلى الأسيل كارنتين chain هذا الأسيل كارنتين chain ممكن أن ينتقل خلال الميتو كوندرية الممبرين بوجود الكارنتين translocase enzyme ينقل الأسيل كارنتين chain من خارج الميتو كوندرية إلى الإنر ميتو كوندرية الممبرين once it is inside mitochondria من يدخل الأسيل كارنتين chain إلى الميتو كوندرية another enzyme اللي هو كارنتين palmitoyl transferase 2 اللي موجوده bound to inner mitochondria الممبرين اللي مرتبط بالإنر ميتو كوندرية للجزء الداخلي من الممبرين of the mitochondria هذا الإنزيم يحول convert the acyl carnetine back to acyl coai يعني يرجع يرجع يشيل الكارنتين ويخلي يربط الأسيل معه الكواي فيكوننا acyl coai chain at this point acyl coai is inside the mitochondria بها الحالة بهاي النقطة هاي دخل ال acyl coai إلى inside the mitochondria and now beta oxidation will occur إذن فالبتا اكسيجي الدخول ال acyl coai إلى الميتو كوندرية يعتمد على طول ال fatty acid chain أو ال acyl coai chain طبعا تسمية ال acyl coai chain هو قلنا activated fatty acid من يساعدنا activation لل fatty acid نسمينه acyl coai chain فحسب طول هذا acyl coai chain يدخل إلى الميتو كوندرية إذا كان short ما يحتاج إلى ناقل freely diffuse من خارج الميتو كوندرية إلى داخل الميتو كوندرية إذا كان long فيحتاج إلى الكارنتين شطل حتى ينقلوا إلى داخل الميتو كوندرية and this picture show how كارنتين شطل act so قلنا ال acyl coai إذا كان of long chain long chain من ال acyl coai تحتاج إلى الكارنتين اللي موجود بالميتو كوندرية الممبرين بوجود الانزيم اللي هو الكارنتين بالميتال ترانسفيريس يحول ال acyl coai إلى acyl كارنتين ال acyl كارنتين ممكن أن ينتقل من outer من outer part of the mitochondrial membrane to the inner part of the mitochondrial membrane بوجود translocase انزيم إذن ال acyl carnitine ينتقل إلى inner mitochondrial membrane بوجود translocase انزيم once acyl carnitine enter to the inner of the mitochondria another carnitine palmitoyl transpheres enzyme اللي هو number two اللي هو الكارنتين palmitoyl transpheres two يحول أن acyl carnitine يرجع إلى acyl coai والcarnitine يرجع إلى نفس البروست أيضا يقوم بنقل another acyl coai once acyl coai enter the mitochondrial beta oxidation will start now beta oxidation consists of four steps أربع خطوات تنبيها عملية beta oxidation الخطوة الأولى نسميها dehydrogenation catalyzed by acyl coai dehydrogenase ومن اسم dehydrogenation which remove two hydrogen between carbons two and three إذن سنشيل two hydrogen atom بين carbon number two and three إذن dehydrogenation معنى dehydrogenation هي removal of hydrogen اتوم وبهالحالة هون shield two hydrogen between carbon number two and three second steps هي الhydrogen catalyzed by in oil coai hydratase hydration معنى add water across the double bond إحنا منشلنا الhydrogen بين carbon two and three تكون عدنا double bond منشلنا two hydrogen atom تكون عدنا double bond بين carbon number two and three من أجي أعمل من second steps من تبدأ اللي هي hydration أنا أضيف water molecule across this double bond third steps اللي هي أيضا dehydrogenation another dehydrogenation catalyzed by three hydroxy asyl coad dehydrogenase وحتى إذا قلنا فقط dehydrogenase enzyme ممكن أن نقول dehydrogenase by dehydrogenase enzyme which generates بهالحال ستكون أدنى ال NADH الفورث steps اللي هي thiolytic cleavage is catalyze catalyze beta catalyze beta ketothiolyze which cleave the terminal acetyl coa group and form a new acetyl which is two carbon atoms shorter than the previous one إذن بهذه الخطوة الأخيرة غح أقطع terminal acetyl group آخر two carbon atoms اللي هي in the form of acetyl group وبهال حالة أحصل على new acetyl غح يصير عندي acetyl coa أقصر ب two carbon atoms من اللي بدأت بينه ليش لأنه أنا عملت removal لآخر two carbon atoms in the form of acetyl coa the shortened coa then re-enter the beta oxidation pathway يرجع مرت يدخل إلى beta oxidation pathway another time and so on تتكرر العملية إلى آخر شيء أحصل على لو كان أنا عندي even number من carbon atom أحصل على two acetyl coa group وبهالحالة تنتهي العملية beta oxidation كمخطط وإحنا أنا من الأول قلت في جميع المحاضرات أنا structure ما أطلب منكم فقط للتوضيح بس المعادلة أغيدة أغيد الأسماء المركبات اللي تنتج من التفاعل أو من reaction فبالنسبة للقنة إذا عدنا long chain من fatty acid نحتاج إلى carnitine حتى ننقله فأول الخطوة هي activation من long chain fatty acid أو أي fatty acid حتى قبل ما يصير بنو oxidation يحتاج إلى activation يتحول إلى acyl coa chain أو fatty acyl coa إذن بوجود الثايو kinase enzyme يتحول fatty acid إلى active form اللي هو fatty acyl coa الفات acyl coa بعد ما يدخل إلى الميتو كندريا أول خطوة هي dehydrogenation اللي هي removal of two hydrogen atom قلنا between carbon number two and three فبعد من removal خطوة يتكون double bond المركب ينتج هو trans in oil coa بوجود الثالث steps اللي هي second steps اللي هي hydration وحنضيف الجزئة ما إلى موقع double bond فنحصل على البتا hydroxy acyl coa another dehydrogenation occur اللي هي third step in the presence of NAD وننتج عنا الformation of NADH and the formation of keto acyl coa and the last steps اللي هي يحدث بيها لكلفج بهالحالها يصيغ removal of the last two atoms of the carbon in the form of acetyl coa ال acyl coa اللي ينتج عندي هو يكون أقصر من acyl coa اللي بدين بينه b2 carbon atom يعني مثلا أنا أبدي 16 carbon atom بأول step أحصل على acetyl coa وأحصل على acyl coa مكون من 14 carbon atom هذا acyl coa يرجع مرة اللخين عاد مرة ثانية يدخل إلى beta oxidation ونفس step dehydrogenation hydration and dehydrogenation وبعدين cleavage أيضا ينقص إلى 2 carbon atom will be removed to form acetyl coa وبالحالة أحصل على acetyl أيضا أقصر ب2 carbon atom من اللي عندي وهكذا إلى أن تنتهي كل ذرات الكربون وتتحول إلى بالنهاية لو كان عندي عدد زوجي وحصل على 2 من acetyl coa وإذا كان عدد فردي أحصل على acetyl coa مع propion coa وكما قلنا في النهاية لو كان أدنى even number of acetyl coa chains إذا كان أدنى عدد زوجي البeta oxidation ends after 4 carbon acetyl coa chain broken down into 2 acetyl coa يعني تنتهي من آخر شي يبقى acetyl coa مكوّن من 4 carbon atoms تنقسم إلى acetyl coa كل وحدي بيها 2 carbon atoms each containing 2 carbon atoms acetyl coa molecule inter citric acid cycle to give ATP يعني بالحالة هاي بالحالة الاسيت coa يدخل إلى ال citric acid cycle حتى ينطينا ATP which is يعني energy supply energy وكان أدنى even odd number of acyl إذا كان عدنا عدد فردي من acyl coa chain beta oxidation مثل ما قلنا تنتهي بال last step instead of 4 carbon acyl coa chain chain is broken down into 3 carbon propion coa 2 carbon acetyl coa يعني ينتهي إلى propion coa المكونة من 3 carbon atom و acetyl coa coa مكون 2 carbon atom نحن قلنا نهايتها ستكون acetyl coa مكون من 5 درات من carbon ينتهي أش ينقسم إلى 3 وإلى 2 اللي هو الاسيتايل coa another chemical reaction then convert propion coa يتحول إلى الساكسان coa بأذر reaction حتى يدخل هذا الساكسان coa إلى الكريب cycle وأيضا produce energy in the form of ATP so energy yield and end products each beta oxidation cycle yield 1 FADH2 and 1 NADH and 1 acetyl coa which in term of energy is equivalent to 17 molecule of ATP يعني كل beta oxidation cycle تنتهي بالformation of 1 FADH2 and 1 NADH and 1 acetyl coa إذا نحسب ها ATP رح تتكون النا 17 ATP طريقة حسابة أن FADH2 وال NADH من تدخل إلى respiratory chain حتى تطعين الإنرجي كل FADH2 هي 2 ATP وكل NADH تنطي 3 ATP بها الحالة حصلنا 5 ATP ال 1 acetyl coa لمن تدخل إلى ال citric acid cycle كم ATP تطعين تطعين 12 ATP بها الحالة total is 17 ATP من كل cycle من beta oxidation the number of cycle to reach the end product is equal to the number of carbon atoms of fatty acid divided by 2 minus 1 يعني عشان أحسب كم cycle سيمر بها الفاتي acid أحسب من الذرات الكربون التي تكون هذا الفاتي acid فعدد الذرات الكربون أقسم على 2 وأطرح من 1 فمثال لدينا البالميتيك acid اللي هو يتكون من 16 كربون أتوم عشان كم cycle سيدخل حتى يخلص البتا oxidation أو في البتا oxidation هي أقسم النمبر اللي هو 16 تقسيم 2 equal to 8 then 8 minus 1 is equal to 7 إذن 7 cycle بكل cycle أشقد عندي أنا ATP energy نحن قلنا أحصل على FAD H2 وناد H1 والإثنين راح ينطوني 5 ATP الناد ينطيني 3 ATP و و الناد H والفاد H2 ينطيني 2 ATP سو راح أحصل 5 ATP كم cycle عندي عندي 7 7 7 7 multiply by 5 equal 35 هاي النمبر of ATP اللي أنا ححصل من الفاد H2 والناد H In this way 8 acetyl coi is formed كم acetyl coi احنا قلنا من 7 cycle راح نحصل على 8 acetyl coi so 8 وكل cycle أشقد الواحد ال acetyl coi تطعينا 12 ATP وإحنا قدنا 8 من acetyl coi ليش 8 لأن آخر خطوة راح يكون 2 acetyl coi is formed 8 في 12 96 ATP نجي نجمع التوتل أدنا 35 from beta oxidation اللي هي بأول خطوات بعدين من يتكون الacetyl coi ويدخل إلى TCA cycle أو tricarboxylic acid cycle أو الكريب cycle أو citric acid cycle نحصل على 96 ATP بأول خطوة أنا من عمدت activation ل السايل الفاتي acid إلى السايل coi أخصر بها 2 ATP ف minus 2 يطلع النتيجة عندي 129 إذن 35 ATP اللي حصلناها من ال NAD و من ال NAD H2 خلال cycle اللي عدنا 7 cycle بالنسبة لل palmitic acid كم acetyl coi احنا هنحصل 8 acetyl coi ليش لأنه آخر خطوة آخر cycle غح يصير عندي بها 2 acetyl coi كل acetyl coi من تدخل إلى creep cycle أشخح تطينا كم ATP تنطينا 12 ATP فحصلنا 96 ATP أحتاج بأول خطوة قبل ما يدخل إلى الميتو كوندرية وقبل ما نبدأ بعملية البيتا اوكسيديشن كم ATP أنا أحتاج حتى أعمله اكتيفيشن وأحول الفاتي acid إلى acetyl coi أحتاج إلى 2 ATP فأي أطرحها من المجمل ال ATP اللي أنا حصلتوها فبالنهاية كبيتا اوكسيديشن للفاتي acid أحصل إذا كان النمبر أوف كاربون أتوم 16 اللي هو البالميتيك أسد أحصل بها على 129 ATP الضغط أحصل الضغط أخرى من بيتا اوكسيدياشن هو ألفا اوكسيدياشن هنا يتخذ كاربون أتوم واحد في الوقت من الأفضل الكاربوكسي بينما البيتا اوكسيدياشن نحن بكل ساكل قنشيل 2 كاربون أتوم في الناس السيتيالكواي هنا يتخذ 1 كاربون أتوم هذا الطيب من أكسيدياشن مهمة في الناس لا يحتاج إلى أكتبات ويحدث في الاندو بلاسمي ويحدث في الناس ولا يحتاج إلى ألفا اوكسيدياشن يستخدم لأفضل فاتي أسد إذن أي فاتي أسد يدخل ضمن الألفا اوكسيدياشن وهو فاتي أسد مثل فاتي أسد الأفضل الأخرى أكسيدياشن أكسيدياشن أميجا أكسيدياشن أكسيدياشن ولهذا سميناها الأميجا أكسيدياشن إذن الميجر أو الميجر رود أكسيدياشن أكسيدياشن اللي هو الأميجا أكسيدياشن يبدأ من الأميجا من الأميجا أميجا أكسيدياشن 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 كيدياشن وبهالحالة بما أن الكيتون هي أكسيدياشن فتعمل حالة نسميها الكيتو أسيدياشن كيتو جينيسي تبدأ في حالة إنخفاض غلوكوز في البلد وإذا المضادة الخاربوهيدريت مثل المضادة الكيتو جينيسي تبدأ في حالة انخفاض المضادة تبدأ أيضا إذا ما كان أدنى الإنسولين الكافي كما في حالة التايب 1 ديابيتس بطنط تايب 2 يعني تحدث الكيتو أسيدوسيس والإنكريز فوميشن أو كيتون بديز في حالة التايب 1 ديابيتس بارتوكولر ديورين بيريوز أوف كيتوجينيك ستريس ستج أز إنتر كرينت إلنس يعني إذا مريض مصابي التايب 1 ديابيتس وتأرض إلى الكيتوجينيك ستريس معينة مثل إنتر كرينت إلنس إلنس صار بينه مثل إنفكشن ترومة can lead to this state of كيتوجينيك أسيدوسي Under normal conditions أسيتالكو أل is further oxidized by the citric acid cycle واللي نسميها أيضا الكريب سيكل أو تريك كاربوكسيلك أسيد سيكل and then by the mitochondrial electron transport chain to release energy بعدين يدخل إلى الميتوكندrial electron transport chain and give energy however if the amount of acetyl-CoA generated in fatty acid beta oxidation challenge the processing capacity of tricarboxylic acid cycle that's to say if the activity in tricarboxylic acid cycle is low due to low amounts of intermediates such as oxaloacetate here in this case acetyl-CoA used instead of being entered tricarboxylic acid cycle and give energy it is used for biosensuses of ketone bodies يعني في حالة excessive formation of acetyl-CoA from excessive fatty acid beta oxidation اللي يفوق قابلية الكريب سيكل على استيعاب هذا acetyl-CoA ممكن هذا يحدث في حالة أنه low amount of intermediates such as oxaloacetate بهالحالة هاي acetyl-CoA instead of being to enter the Krebs cycle it will use for the biosensuses of ketone bodies via acetyl-CoA and beta-hydroxy-beta-methyl-gluteryl-CoA Depletion of glucose and oxaloacetate can be triggered by fasting vigorous exercise high fat diets or other medical conditions all of which enhance ketone body protections إذن الأشياء اللي تستهلك glucoz والoxaloacetate وت تزيد the formation of ketone bodies مثال عندنا fasting vigorous exercise the exercise العنيف and high fat diet and other medical conditions الكيتون الكيتون بوزيز اللي أدنا هيم three types each synthesized from acetyl-CoA يعني الثلاث أنواع من الكيتون bodies is synthesized from acetyl-CoA the molecules are acetoacetate which can be converted by the liver into beta-hydroxybutyrate or spontaneously turned into acetone إذن أشنا مهيم the three ketone bodies the acetoacetate the beta-hydroxybutyrate and acetone these are the three ketone bodies acetone which is generated through the decarboxylation of acetoacetate either spontaneously or through the enzyme acetoacetate decarboxylase إذن الأسيتون يتكون من decarboxylation of acetoacetate يعني الأسيتوacetate undergo decarboxylation either spontaneously or by enzyme acetoacetate decarboxylase يتحول الأسيتوacetate إلى الأسيتون steps of synthesis of ketone bodies first steps the first enzyme in ketone body synthesis pathway is thiolase enzyme in ketone body biosynthesis thiolase catalyze the condensation of two acetyl-CoA molecule to form acetoacetyl-CoA إذن two acetyl-CoA condense to form acetoacetyl-CoA in the presence of thiolase enzyme second the next enzyme which is hydroxy-methylgluteryl-CoA synthase add third acetyl-CoA molecule to form beta-hydroxy-beta-methylgluteryl-CoA and this CoA is important biosynthetic intermediate third third the third enzyme which is hydroxy-methylgluteryl-CoA lyase enzyme releases an acetyl-CoA from the hydroxy-methylgluteryl-CoA to form the acetoacetate fourth steps the final enzyme in ketone body synthesis beta-hydroxy-butyrate dehydrogenase which reduce acetoacetate to beta-hydroxy-butyrate acetoacetate acetoacetate is a beta-ketoacid and like many such compounds may spontaneously decarboxylate it the product of decarboxylation reaction اللي هو الاسيتون is a waste product and is largely excreted via the lung acetoacetone lead to acetoacetone breath which has been used as a crude method for diagnosing individuals with untreated type 1 diabetes so acetoacetone breath هو تكون أحد السمتوم اللي نشعة بالpatient with ketoacidosis إذا كان الpatient عنده type 1 diabetes وجاء في حالة الكتو acidosis يظهر أو يصي عنده هذا الاسيتون بريث Schematically synthesis of ketone bodies as we said the first step in the presence of thiolase enzyme راح يكون أدنى condensation of two molecule من الأسيتال CoA إذن two acetyl CoA condense to form acetoacetyl CoA in the presence of thiolase enzyme then in the presence of hydroxy methyl glutaral synthase enzyme acetoacetyl CoA converted to beta-hydroxy beta-methyl glutaral CoA which is an important intermediate in the presence of lyase enzyme one molecule of the acetyl CoA would release and the product result is acetoacetate and the end step acetoacetate converted either to beta-hydroxybutyrate in the presence of dehydrogenase enzyme or acetoacetate convert to aceton either by spontaneous decarboxylation or by enzymatic decarboxylation in summary fatty acid oxidation in mitochondria lead to generation of large quantity of ATP by beta-oxidation the acetyl CoA is oxidized in citric acid cycle generate further ATP ketone bodies unlike fatty acid cross the blood-brain barrier so ولهذا البrain ممكن أن يستخدم ك source of energy fourth ketone bodies unlike glucose can be synthesized from acetyl CoA and fifth ketone bodies can therefore provide energy to brain when glucose ability is limited availability is limited thank you very much